الدهل الدهل دي جاية من اللغة المصرية القديمة وهي كلمة من نصين النص الأولاني بيعني يعطي النص الثاني هل هل معايا؟ معاك هل معانا الده ومعانا الهل بربو عليك هدل 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 ورايا هدل ده هل ده 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 يعني 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 بعيد عن الهدف بعيد عن مرمجون ده أهل ده أهل يعني لا يُصيب الهدف أحول البعيد مش شايف فتحة الجون فين فبيدخل الجون في الهواء فدعما كنته طائرة الفوق مش دخلة في المرمى ده هل يعني بعيدة عن الهدف الله الله على اللغة المصرية القديمة يا جماعة الله علي على فكرة كمية الكلمات المصطلحات التي نستخدمها وإحنا مش عارفين رهيبة على فكرة عدد كبير جدا يعني ممكن نعمل قموس مليان كلمات إحنا نشتخلين نعمل فراعونية القديمة سبعة ألف سنة وحلوة بالزبط فيه بقى ترجمة نانسي قنقر